التسعب توقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم واجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والتي تشمل 1477 قرية وتوابعها تضم حوالي 18 مليون مواطن حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعات ظروف كل محافظة وطبيعاتها الخاصة وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلادها ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وفي كلمة له قال زيلنسكي أن كييف تعمل على زيادة صدراتها من الكهرباء إلى مستهلكين في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن تلك الصدرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة ألقى وزير الخارجية الأمريكي أعتني بلينكين بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على رئيس روسي فلوديمير بوتين وفي تغريدة النشرة على صفحاته الرسمية بموقع تويتر أكد بلينكين أن الأزمة الأوكرانية دخلت شهرها السادس مسببة الموتى والدمار وأزمات الغذاء العالمية مضيفا أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الرضع النووي تخسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة وخلال كلمتي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية قال كيم أن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية مضيفا أن القوات المسلحة الكورية مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وأن قوات الرضع النووي مستعدة تماما للانتشار للقيام بكافة المهام الموكلة إليها بدقة وإخلاص أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا ضرب ساحل توكو بالا في تشيلي وبلغت قواته الستة فاصل اثنين على مقياس ويختر وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثمانين كيلو مترا مشيرا إلى أن مركز الزلازل يبعد نحو ثلاث وثلاثين كيلو مترا غربي توكو بالا يأتي هذا فيما ضربت مئات الهزات الارتدادية شمال الفلبين على إثر الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس ما أصفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من مئة وخمسين آخرين أما الرياضيا فحقق فريق الأهل فوزا صعبا على فريق مصر المقصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابع والعشرين من عمر مصابقة الدور الممتاز بهذه النتيجة رفع الأهل رصيده للنقطة الرابعة والخمسين في المركز الثالث ويتبقى له مبارتان مؤجلتان بينما توقف رصيد المقصة عند خمس عشرة نقطة في المركز الأخير بجدول الدوري هذا فيما حقق بيرميتس فوزه على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ليعزز فرص المنافسة على لقب البطولة حيث ارتفع رصيده إلى تسع وخمسين نقطة في المركز الثاني يواجه الزمالك فريق فيوتشر التاسعة مساء اليوم على استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة السبع والعشرين من الدوري الممتاز يسعى الزمالك لتحقيق الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة وتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين نهاية منجزة تسعنا والاستكمال باقي فقرة صباح خير يماصي بعض الفاصل